لا شيء سوى الدم والجتث تتوزع الجغرافية اليمنية من الشمال إلى الجنوب أينما رأى تحالف الحرب على اليمن تجمعاً ليمنيين جعلهم هدفاً لطائراته ومرماً لصواريخه لا فرق إن كان ذلك التجمع لعسكريين أو مدنيين أو لمناسبة اجتماعية لا فرق إن كان لمناصرين للشرعية أو لمنوئين لها إنه استهداف بالهوية حتى المعتقلون ممن كانوا يدافعون عن الحد الجنوب للمملكة أدركهم حقد التحالف إلى معتقلات الميليشيا ذلك ما دون أخيراً لجرام السعودية والإمارات في اليمن جراء استهداف مبنى كلية المجتمع الذي كانت تستخدمه الميليشيا سجناً للمعتقلين بنحو سبع غارات جوية أسفرت عن سقوط خمسين قتيلاً ونحو مئة جريه مصادر طبية بمستشفى دمار العام قالت إن المشفى يعج بعشرة القتلى والجرحى التحالف اعتبر قتلى المعتقليين عملية نوعية متحججاً بالقول إن المعتقل يحتوي صواريخ ومخازن أسلحة ما يثبت استهتار التحالف بدماء اليمنيين أن الجميع كانوا على علم بأن هناك معتقلين في المبنى والتحالف أيضاً كان على علم بذلك وكثير من المنظمات الدولية أيضاً اللجنة الدولية لصليب الأحمر عبرت عن قلقها من المعلومات الواردة بشأن قصف سجن في مدينة دمار وقالت اللجنة إن الفريق في طريقه إلى المحافظة مشيرة إلى أنها كانت تتفقد السجن بشكل دوري واعتماداً على كل ما سبق يرى الكثير بأن دماء اليمنيين المهدرة ستكتب نهاية لغضرسة وصلف تحالف السعودية والإمارات وستكون اليمن آخر مسمار يدق في نعشه ترجمة نانسي قنقر